باصل خياط الممثل السوري نشوف شم سويت له أو شم سويلها نشر الفنان باصل خياط صورا جديدة مع زوجته ناه الزيدان مشيرة إلى أنها من تصوير ابنته شمس وعلق عليها علمتني أن الخوف ليس خيارا وبدأ باصل هو ويأكل وجبة صينية ولم يعرف ماذا كان يقصد بتعليقه أنه تشجع على تناول الأطباق الصينية أم أنه تعلم تناول بالعيدان الصينية أنت أكيد تعرف أنه الوجبات الصينية دائما بها أشياء غريبة يعني الحيوانات أو اللحوم التي تستعملوها ما عندهم أي حيوان ما ينأكل ما عندهم فتش شيء اسمه هذا لا ما يصري أن أكله هذا أي فباصل الخياط أغلب متابعين على مواقع أو خصوص موقع على الإنستجرام داخلوا قالوا أنه هو جرب الطبق وحاول أن يجربه بس ما عرفوا أنه تجربه أنه تعلم على العيدان اللي يقلون بها بالصين أو الطبق نفسه اللي هو متفاجئ بي وش بيه من أو طريقة الطهي مالتا أو اللحم البيه المأكل حلو واحد أنه يأكل كل شيء حلو واحد يجرب لا مو يأكل كل شيء يجرب يعني حلو التجربة بس أنا يعني سأكل أخطبوط يعني ما أختاكل لا أنا سافرت السرلانك أكلت الشسمة الأخطبوط مثلا جربت هنا طيب طيب جربت هذا سمك القرش أها بالله سمك لا طعمالح ما لعلاقة بالأسماك اللي تعرفها صدر كأنه لا تأكل استيك أها بعيدة يعني طيب والأعظام هم مختلفة لا لا خلما رح أكل القرش كامل عجيب لقطعة بدون أذام فحلو أنا أحب أن أجرب يعني أنا من السافر ما أحب أن أرجع ما رح أأكل تمن وهالفد أمور أنا ما أكلها أنا مسافر حتى أجرب ثقافات نحن هسا حتى جلال نحن هسا كشباب بالمطاعم نروح دبنا ما نروح للمطاعم التقليدي نروح للمطاعم أنا مسافر حتى أكتشف ثقافة حتى أجرب مو أروح أكل تمن وما رح أكل مشاوش أو دجار شوي يعني شغلات متوفرة عندي ليش ما أجرب فد شي جديد يعني غير مسافر حتى أكتشف فعلا لو أسافر حتى أروح أكل شي كباب يعني إن شاء الله لو تروح لصن رح تأكل أشياء صينية تجرب كل شيء بالمعقول ما رح أكل قريدس طبعا أو حشرات لا أقول لك ما أكل كل شيء لا أقول لك أن أروح أكل كل شيء لا شغلات لا لو خلصها أنا ساتل وأشباس أنا لو أعرف أخلصها أنا ساتل وأشباس ولا أكل أشباس نجرب بس مو بها الحد أوكي الخبر التارث بشيء